هجمات جيش الاحتلال التركي على عفرين وحدت الصفوف ورصتها فتشابكت الايادي لتتجه الانظار كلها نحو عفرين التي ابت الا ان تكتب اسمها في سفر التاريخ كقلعة صامضة في وجه غطرسة المحتل التركي مدينة القامشلي شهدت تظاهرات حاشدة وتجمعا كبيرا شارك فيها الالاف من المواطنين صدحت حناجرهم بالهتاف لعفرين والتضامن معها والمطالبة بوقف الهجمات الشرسة عليها وفي الرقة شهد دوار النعيم في وسط المدينة تجمعا كبيرا ضم الآلاف ومن مختلف مكونات المحافظة ومن شرائح عمرية متعددة تجمهروا ليعلنوا تضامنهم التام والمطلق مع اقليم عفرين وأطلقوا شعارات تطالب بصحوة للضمير المجتمع الدولي تنصف عفرين وتقف معها في قضيتها العادلة وتوقف هجمات جيش الاحتلال التركي على الاهالي الامنين في عفرين وارتفعت الهتافات التي تشيد بمقاومة عفرين المشروعة منددة بما تتعرض لها من قصف أدى إلى إزهاق أرواح المواطنين المدنيين ودمار لممتلكاتهم وانطلقت تظاهرات في مدينة الطبقة نادت بضرورة توحيد الصفوف والوقوف إلى جانب عفرين ونددت بالهجمة الشرسة التي تتعرض لها من قبل جيش الاحتلال التركي عفرين التي هي في عين العاصفة أبت نساؤها إلا أن يقفن كتفا إلى كتف مع الرجال في الدفاع عن عفرين ويحملنا السلاح للذود عن حياضها ففي بيان صدر باسم نساء عفرين أعلن من خلاله عن حمل السلاح والوقوف في صف واحد مع كافة القوى المدافعة عن عفرين وأدان البيان بشدة الهجمات التركية الفاشية والوحشية على عفرين وأهليها الآمنين كما ندد البيان المذكور بصمت المجتمع الدولي المخزي حيال ما يحدث في مدينة عفرين بالعكس تماما أتممت روسيا سلسلة خيانتها مثل ما فعلت في مغابات حيال القضية الكردية فنحن نعتمد على القوى